ومهما كان في مصر وكل خطوة بنصر النهاردة مصر بتتكلم نيابة عن كل دول أفريقية في قمة الاتحادين الأفريقي والأوروبي المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل أصدق مهمة جدا لمشاركة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه القمة زي ما قلنا المنعقدة في بروكسل وبحضور عدد كبير جدا من الزعماء وبتناقش التحديات والتعاون في مختلف المجالات عندنا تفصيل لما يدور في العاصمة البلجيكية بروكسل من خلال الأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام اللي مرحبنا في الستوديو صباح الخير يا صدر صباح الخير لحضرتك وصباح خير لكل المشاهدين أستاذ أشرف لو هنتكلم على قمة الاتحادين الأفريقي والأوروبي يمكن اللي بدأت وانطلقت رسميا أمس وهي هتستمر النهاردة لليوم الثاني أو الثاني والأخير لها يمكن مبارح كان فيه ترقص للرئيس عبد الفتاح السيسي للمائدة المستديرة الخاصة بتغيرات المناخ حضرتك تبيعة إزاي هذه المائدة المستديرة وانعكستها على اهتمام مصر بهذا الملف اللي فيه مؤتمر مهم جدا هتقوم بيه مصر وتنظمه في شهر نوفمبر القادم بخصوص هذا الملف أيضا يعني أولا أعتقد أنه كان من الزكاء الشديد جدا من إدارة المؤتمر أنه مصر تترقص المائدة المستديرة الخاصة بالمناخ لأنه مصر زي ما حضرتك قلت ستستضيف مؤتمر كوب 27 في نوفمبر المقبل قمة المناخ العالمي مصر بتركز جهودها منذ تكلفها باستضافة هذا المؤتمر بتركز جهودها في الإعداد لهذا المؤتمر في إنجاحه أنه يطلع بنتائج إيجابية الرئيس سيسين باريح قال حاجة مهمة قوي أنه نعمل على أنه تبقى نتائج المؤتمر متوازنة يعني قبل للتحقق يعني ما يبتشف قبل للتنفيذ أعقل للتنفيذ والتحقق لأنه في مؤتمرات مناخ كتير كانت الطلبات بتبقى عالية فدول كتير ترفضها على سبيل المثال مثلا عندك الصين تقريبا تلت انبعاثات العالم بتيجي منها واقتصادها قائم على يعني استغلال استغلال سيء للمناخ بشكل أو بآخر لأنه بتستخدم المحروقات وبستخدم خامات يعني غير نظيفة وما إلا زال ما تقدرش تقول له تخلي عنده كله فجأة أو في ظرف سنة أو سنتين وعايز حفاظ على المناخ فانت لما الرئيس يتكلم على يعني نتائج متوازنة وقبلة للتحقق أن احنا هنطلب من الناس أنه يلتزموا بشكل يقدروا عليه أنه مثلا يتعهد أنه هيخفض المبعاثات مثلا في السنة باتنين في الماء يخفضها بدل ما المبعاثات بتزيد تقل الرئيس سيسي التزام تدريجي حضرت آه التزام تدريجي لأنه ما ينفعش أسو كمان ده قابل للتحقق يعني احنا شكنا في أيام كورونا لما الناس اتدت تقاط في بيوتها شوية لإنبعصت تقال أيوة لما الناس قعدت في بيوتها المصانع قفلت حركة السيارات قلت لدرجة تتقال أنه سق بالأذن كان على وشك الإغلاق لكن بمجرد تراجع كورونا أو تعودنا عليها تعودنا عليها المصانع بدأت تشتغل بطاقة كبيرة جدا علشان تعاوض اللي حصل وبالتالي مشاكل المناخ بدأت تزيد طبعا حرائق الغبيت مصر في يعني كل الضيوف اللي جواب مصر الفترة اللي فاتت والفعاليات اللي استضافتها كانت بتركز على الإعداد لقمة المناخ مبارح كانت الإدارة الجيدة جدا لمصر للمائدة المستديرة حتى يعني نصل إلى أنه بحلول موعد القمة في مصر نبقى إحنا مستعدين جيدا إحنا حتى عندنا شرم الشيخ اللي هتستضيف قمة المناخ من هنا لساعتها هيبقى في تغيرات كبيرة في شرم الشيخ الدولة بالكامل بتستعد بالتالي ده شيء جيد جدا 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 وإدراك للدولة المصرية لدورها بالإضافة لأنه مصر في القمة المائدة المستديرة مبارح حملت معها هموم أفريقيا أفريقيا من ناحية الإمبعاثات والتلوث المناخ ما بتساهمش جير بـ 2% لكنها بتتأثر بشكل سلبي كبير جدا وكل ما يزيد أو كل ما تزيد نشاكل المناخ أفريقيا حتى تتأثر سلبا طب إحنا إزاي نساعد أفريقيا إنها الـ 2% دول يقلوا وما تتأثرش سلبا إن إحنا من خلال التعاون مع الدول الأوروبية ينقلوا الأفريقيا خبراتهم ويمولوا المشروعات اللي ممكن تتعامل في أفريقيا وتقلل الإمبعاثات وتقلل الكربون وما إلى ذلك أفريقيا معروف إن عندها مناجم فحم مناجم فوسفات مناجم بطرول تعديل دي الحاجات الرئيسية اللي في أفريقيا اللي بتعمل انبعاثات مش عدد السيارات أو 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 لا عدد السيارات في أفريقيا محدود مقارنة بأوروبا أو أسيا أو غيرها وبالتالي إحنا لو من خلال الاتفاق مع الدول الأوروبية خلال مشاركة الرئيس السيسي في قمة بروكسل من خلال كوب 27 نقنع الدول الأوروبية والولايات المتحدة والصين ينقلوا خبراتهم لأفريقيا أفريقيا هتستفيد لأنه من خلال هذه القمة وكل القمة من اللي بتعقد مصر تحمل هم أفريقيا صحيح مصر بتعتبر أنه يعني كان ده ظاهر ويعني بشكل واضح جدا أسنع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي بص حقول لك على حاجة هي رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي جيت إمتى وإزاي؟ نحن في 2014 جمدت عدوية سيكون الحركة تجميد للعضوية خرجونا وللأسف يعني اللي كان وراء خروجنا من الاتحاد الأفريقي كان الرئيس التونسي اللي سابق المنصف المرزوقي اللي هو يعني كان متحالف مع الإخوان واللي جمت حاليا ومطلوب القبض عليه في تونس هذا الرجل قاد جهود لإخراج مصر في دول تانية التقطت الخط عايزة تبقى مصر عن أفريقيا ومصر بعد 30 يونيو بذلت جهود جبارة للعودة قدرت من خلال اتصالات دور كبان مهم ومحوري في أفريقيا دوقتي مصر بتلعبه ولما رجعت ما رجعتش وهي يعني متضايقة أو بتاع لا هذا رجعت بحب وانفتاح رجعت وعايزة تقول لأفريقيا أنتم خسابتون نحن دلوقتي يا سيد الشرف بنشاهد صور حصرية لبداية تواصل مباشرة يعني بداية تواصل لفعليات اليوم الثاني لقمة الاتحادين الافريقي والأوروبي ومصول كبار الزوار لبدء اليوم الثاني بالتأكيد يعني النهاردة يوم مهم جدا لأنه النهاردة اليوم اللي هيصدر فيه البيانة الختامة والتوصيات ومعروف أنه هذه القمة بتتم لأنه عدد المشاركين كبير ما يقدروش يعملوا يعني زي قاعة مؤتمرات وكل واحد يقول كلمتين ويمشوا لا متأسمة الورش عمل وما إلى ذلك فشجالين بشكل جيد جدا عندنا زعماء أوروبا في حوالي 27 دولة إضافة لما يقرب من 50 دولة أفريقية فالمؤتمر شجال بشكل جيد جدا ومصر دورها متميز قوي في هذا المؤتمر حديدك كلمت عن أن مصر مهتمة جدا بما تتيحه أو بما سيتيحه هذا المؤتمر من فرص ليه مش بس لمصر لكن لقارة أفريقيا كلها ويمكن مصر متزعيمة هذا الدور إيه هي أهم الفرص لفوجة نظرك هذا المؤتمر هيقدمها للقارة الأفريقية ككل لما نتكلم عن الفرص اللي هيتاحها المؤتمر هنا بقى مش هنتكلم عن المناخ بس هنا هنتكلم عن المناخ والتعاون في المجال الأمني لمواجهة الإرهاب ومواجهة التطرف هنتكلم عن التعاون الاقتصادي هنتكلم عن نقل التكنولوجيا هنتكلم عن التدريب هنتكلم عن حاجات كتير جدا لأنه يعني أفريقيا رغم أنها جغرافيا يعني منفصلة عن أوروبا لكن فيه ارتباط وسيء جدا بينهم فيه ارتباط بحكم التاريخ الاستعماري الكبير فيه ارتباط بحكم اللغات السيدة في أفريقيا هي لغات أوروبية من فترات الاستعمار لما كان فيه سبع قوة يعني أوروبية بتحتل أفريقيا كانت فرنسا بريطانيا ألمانيا بلجيكا هولندا إيطاليا أسبانيا الدول دي هي اللي كانت بتحتل أفريقيا هي لغاتها اللي سيدة فيها وعلشان كده كمان أفريقيا بتعد من أهم مقرة في العالم بتصدر هجرة جير الشرعية لأوروبا طيب أنا لما روح أوروبا يعني في مثل هذا المؤتمر وغيره لما أقدم مساعدات للدول الأفريقية كأنظمة وكشعوب يعني حقضي بشكل كبير جدا على ظاهرة الهجرة غير الشرعية لما أقدم لهم مساعدات تكنولوجية وتدريب هحولهم إلى منتجين بدل ما يكونوا مستهلكين هساعدهم في استغلال البيئة والمناخ بشكل أفضل هساعدهم في استغلال الصراوات اللي عندهم بشكل أفضل بالإضافة للقضية اللي أنا قلتها قضية يعني مواجهة الإرهاب مكافحة الإرهاب والتطرف في أفريقيا بقت مهمة جدا العالم دلوقتي قلقان جدا من تنامي الإرهاب في أفريقيا بوكو حرام وغيرها والقعدة فمثل هذا المؤتمر بيبقاله دور مهم جدا أنه يتصدل هذه الزواهر ويبدأ يتحرك بشكل سريع ولما يبقى الزعماء الأفارقة موجودين معهم ملفتهم ومشاكل بلادهم في مواجهة الزعماء الأوروبيين الصورة بتختلف تماما غير الصورة التي ينقلها الإعلام الإعلام قد ينقل صورة أما سلبية تماما أو إيجابية تماما حسب رؤية الصحفي أو الإعلام الذي نقل الصورة لكن لما تبقى في مشاكل حقيقية وأفريقيا أوروبا بالتأكيد تطلع على مشاكلها وقضائها وبالتالي في حاجات كتير جدا ممكن مثل هذا المؤتمر بتتحدث عن ملف مكافحة الإذهاب وأيضا الهجرة غير الشرعية أوروبا تعلم جيدا أن مواجهة مصر والتصدي لهذه الظواهر يعني ينعكس بشكل إيجابي على القارة الأوروبية ككل لأن يمكن من 2014 أو 2015 تحديدا شفنا عدم خروج مركب واحدة للهجرة غير الشرعية تجاه القارة العجوز مثل ما كان يحدث في الماضي صحيح مصر يعني قدرت بسرعة بعد صور الثلاثين يونيو أنها تحط أديها على مكان من الخلل منين صفن الهجرة غير الشرعية بتطلع أسباب بطلوع صفن الهجرة غير الشرعية وبدأ السيطرة على الجزر والأماكن اللي في البحر المتوسط سواء في كفر الشيخ أو دمياط اللي كان بتتحرك منها الهجرة غير الشرعية وتم ضبط الأوضاع فيها بشكل نصر أن في مشروعات تنموية في فرص عمل بتقدم للشباب في جذب للمشروعات القومية أن الشباب اللي بيدفع اللي بيبيع لقدامه اللي وراه علشان يدفع 20-30-40-000 دولار علشان يهاجر طب ما تستنى هوفر لك فرصة عمل هنا أو أنت ممكن نعمل مشروع صغير وانت تستثمر فيه الأموال اللي عندك فيه قروض بتقدم لهؤلاء الشباب فيه طرق كبيرة جدا أو حاجات كتيرة جدا الدولة بتوفرها للشباب والرغيب الهجرة وبالإضافة لعملية التوعية لأنه الهجرة غير الشرعية مخاطرة كبيرة جدا وبالتالي مصر عملت نموذج أمام أوروبا وأمام العالم في مواجهة الهجرة غير الشرعية في الوقت اللي هي لسه متواصلة من دول عربية كانت بتستجل الهجرة غير الشرعية كسلاح لبزاز أوروبا واللاجئين واللاجئين طبعا الهجرة غير الشرعية دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي ما بيفوتش فرصة يقدر أن هو يستقطف فيها استثمارات خارجية غير لما في الحقيقة بيكون عنده خطوة استباقية يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد مباحثات مع نظير مع رئيس الوزراء البلجيكي ويعني شوفنا فيها العلاقات بين الدولتين كويسة ففي وجهة نظر حضرتك هينعكس على جذب الاستثمارات البلجيكية يمكن للسوق المصري بصي أما نقول أن الرئيس السيسي التقى برئيس الوزراء البلجيكي الناس هتقول طبو هو في بلجيكا ممكن تديها لمصر هي بلجيكا لأن احنا يعني في ثقافتنا بلجيكا الدولة يعني ملهاش علاقة بحاجة شوكولاتا ايه شوكولاتا اتحد اوروبي مش عارف ايه بتاع لكن بلجيكا عندها تجربة نكحة جدا في إدارة الموانئ في اللوجستيات وإحنا وإحنا بنعمل مشروع زي يعني قناة السويس الجديدة والمنطقة الاستثمارية بتاعت قناة السويس الجديدة محتاجين خبرات محتاجين خبرات زي الخبرات البلجيكية دي مهمة جدا وبلجيكا بيننا وبينها تاريخ كبير يعني في يوم من القيام كان فيه جليات بلجيكا كبيرة في مصر وكلنا فاكرين قصر البرونمبان اللي هو موجود في مصر الجديدة ده البرونمبان بلجيكي كان فيه استثمارات كان فيه شركات بلجيكية الترام كان بدأ بشركة بلجيكية ويمكن أثناء هذا اللقاء تحديدا قال السيد الرئيس عبدالفتاح سيسعلانة أن البناء التحتية في مصر تغيرت على مدار السبع سنوات الماضية ودعى لوجود استثمارات في ملف الطاقة بالضبط هذا أكيد هيبني طبعا مناخ من الثقة في الاقتصاد المصري أكيد يعني أنا اتكلمت على التعاون في مجال المواني واللوجيستيات كمان بلجيكا متقدمة في مسألة الطاقة والطاقة المتجددة والطاقة النظيفة واستغلال طاقة الرياح وغيرها لكن النقطة الأساسية لأي زيارة الرئيس السيسي البرة لأي مؤتمر بيحضره هو أن مصر عندها بنية أساسية بنية أساسية تكتذب الاستثمارات أنا قبل ما أعمل البنية الأساسية دي أنا كان ممكن أقول للرجال الأعمال والدول تعالوا لكن النهاردة نحن عندنا حاجة على الأرض الواقع موجودة نقدر نقول نحن موجودين ونرحب بالاستثمارات الخرقية كانوا حيجوا حيشتكم لهم مش عارفين يتحركوا والبلد زحمة ومفيش كهرباء ومفيش مصدر لكن النهاردة أكيد كل الناس قدروا تشوف التغييرات على الأرض الواقع نحن بنشكر حضرتك كل الشكر أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحليل الأهرام على وجودك معنا نورتنا في صباح خليم شكرا الله شكرا أستاذ أشرف مشاهدينا يعني زي ما تابعنا كان ده تحليل لي اليوم الأول لقمة الاتحادين الإفريقي والأوروبي